السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنهارا بكم حركة مختلفة بعيد على الترندات ولكن هو ترند كاس العلم كما كاس العلم يعرف الناس من هم الإسلام سنعرف سيدات أم المؤمنين نحاول نرجع أخرى مثل الأول في 2011 ونرجع أحسن فأول واحدة هي أول زوجية النبي عليه الصلاة والسلام وهي السيدة خديجة هو كاتب الكلام وليس كاتب مقالي وهو لكم وهو تقول لكم في الوصف وفي كل حد الزوجة الأولى كانت تاجرة ذات مال وشرة وتتجوزت مرتين قبل رسول عليه الصلاة والسلام وأتمت الجواز مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي عمرها أربعين من عمرها وكان صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة فرحت أم المؤمنين السيدة خديجة فرحاً شليناً بزوجها من شاب محمد عليه الصلاة والسلام شاب قريم الأخلاق ورسك الله تعالى عز وجل أمه كالثوم أبناء يعني بناته أو أولاد رسول عليه الصلاة والسلام بناته أولاد أمه كالثوم ورقية وزينب وفاطمة وعبد الله والقاصم وكان ينزل عليه الوحي وهو في حجراته صلى الله عليه وسلم فوقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وما يجب ووضحت كل ما تملك في سبيل الله واحتسبت مع الشعب المسلمين ومنا فقاله الله رضي الله عنه وأرضاه إن جبري عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم سلم وقرب لخديجة سلامي من ربي ومن يبشر بيتها يعني يبشرها من مبشرين الجنة بيتي في الجنة فقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء أي الجنة خير النساء الجنة خديجة بنت الخويلي ومريم بنت عمران واتفق عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة وكان يوزع اللحم على صديقتها وفر وبار طبعا فيه حاجة ما شاهدت أقولها وقف الوصف أنا بتعلم معاكم أنا مش عالم ولا مدعم وتوفت في رمضان عام وعن خمسة وستين عام دفنت في الحوجان ونزل صلى الله عليه وسلم في قبرها حزن ننزلها في القبر وحزن شديد وحزن عليها حزن شديد حتى سمى ذلك عاما بعام الحزن واللهم ولدي يعني أمنت أمتنا أمنا المؤمنين سيدة خليجة بنت الخويني وطبعا أنا مش عارف الحاجة دي هتعجبكم والحلقة اللي هتعجبكم بالنسبة لي ايه حاجة حصلت في حياتي هتغير كل حاجة كل حاجة هتتغير الحمد لله ان الحاجة دي حصلت فاتمنى الخير لنا وليكم وعلي الله السلام وهنكمل اه بنحاول ان فيه لغبطة فيه كذا حاجة كده تغطوا عنها اقلوا الكلام تحت دوروا على السيدة خديجة عايزين نوصل للإسلام الناس الإسلام الصحيح كفاية مدعيين وكفاية تجارتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان معكم صحيح ببركاته وعشكرا